أهلا بك أعزائي طالب الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برناك في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة طبعا مخصصة لطلبة تعليم الصناعة خاصة نسيج ومن راجع ليلة امتحان مادة المعدات إمكان مادة المعدات من المواد اللي زي ما قلنا كتير وبنقول عليها دايما بيبقى فيها كل المعدات والأدوات الخاصة باتخصص بتاعي عشان بيها اللي أتعلمه فيها أقدر أشتغل بيه في سوق العمل لأننا في النهاية هشتغل في مصنع هشتغل على آلة فبالتالي لازم أكون فاهم الآلة دي وفاهم بتعمل إيه وإيه اللي أقدر أتعامل معها إزاي عشان أخليها تبقى شغالة بالشكل المطلوب وتطلع الإنتاج المطلوب بالشكل إيه الجيد اللي يهمنا في النهاية أن المنتج بتاعي يكون إيه ممتاز وأعالي الجودة عشان أقدر أن أعمله عملية التسويق فبالتالي مادة المعدات من المواد المفروض مخصصة للأدوات والمعدات والمكينيات الخاصة بتخصصي يمكن في المادة بتاعتنا لو تكلمنا عن تقسيم الموضوعات بتاعتها كان عندنا موضوعات كتيرة جدا يمكن أكبر موضوع هو كان موضوع إمرار خيط اللحمة خد مساحة كبيرة جدا من المنج يمكن خد أول جزء من الترمي بتاعي فطبعا هنعرفين ما عندناش تاني بس هم نتكلم عن وصف السنة الدراسية الجزء الأولاني من السنة كانوا ياخد جزء كبير جدا منه وكان بيتكلم عن إمرار خيط اللحمة بكل الأنواع بتاعته الجزء التاني كان بيكلم عن أقلباته ممكن كان درسه صغير جدا ما خدناش فيه وقت حتى في عرضه وبعد كده بنتنقل على الأجهزة التكملية اللي هي أجهزة وجودها على المكينة أو اشتراكها في العمل هو بيأدي لي زيادة الجودة ومش أكتر لكن عدم وجودها بتبقى المكينة شغالة باستمرار ما فيها مشكلة لكن وجودها مهم فبالتالي أقدر أشتغل بيها وأقدر أشتغل بيها طيب لو أشتغلت بيها هاحصل على جودة عالية ونسبة تشغيل أو زي ما نتكلم عليها كده بنسميها نسبة انتفاع عالية طيب لو ما اشتغلتش بيها خالص لأ دا الموضوع يبقى فيه مشكلة أن فيها هتحصل أعطال أثناء عملية التشغيل فبالتالي هتحصل مشكلة في عملية التشغيل هتأدي إلى إنتاج منتج في بعض العيوب فبالتالي دا هيعمل لي مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع المكينة بتاعتي والجهاز طيب بعد كده طبعا دا كل دا أجهزة تكملية يمكن بداية من جهاز البتري وخد مجموعة أو مساحة كبيرة جدا في المنج لأنه كان أكتر من جهاز مع أكتر من موضوع بقى كان يتنقل الموضوع بتاعنا لأجهزة الوقاية والرقابة الخاصة بخط اللحمة وكان عندي أربع أجهزة منهم اتنين كهربي واتنين كان ميكانيكي دا طبعا مجموعة من الموضوعات اللي كانت مخصصة لمادة المعدات عندنا بما فيهم كمان الجزء الخاص بالمشت المتحرك والمشت السابت اللي في آخر منهجنا في آخر باب في منهجنا كل الموضوعات دي مفروض إن هيجيلي منها مجموعة من الأسئلة في الامتحان اللي هينمتحنوا إن شاء الله مع بعضنا بكرة طيب هيحصل معي إيه بقى في الامتحان قبل ما نشتغل على المادة العلمية بتاعتي نمرة واحد أنا عندي حاجة مهمة جدا في المادة بتاعتي وهي إيه المادة معدات يعني المبنية على الرسم نمرة واحد في رسم نمرة اتنين لازم يكون عارف الأجزاء بتاعت الرسم بتاعت اللي أنا هحطها على الرسم يبقى أي سؤال هتلاقيه بيتكلم عن اشرح مع الرسم وكتبت الأجزاء طب ما كتطلبش الأجزاء إنت بتكتب الأجزاء يبقى اشرح مع الرسم حاجة أساسية في مادة الألات طيب مع رسم إيه؟ مع رسم الجهاز الفلاني وليكن مثلا الجهاز امرار خط اللحمة بوسط المضارب السفلية قل اشرحها مع الرسم بروح رسم الرسمة وحاطت الأجزاء وابدأ أشرح خطوات الحركة بداية من بداية الحركة يعني دايما إحنا معظم الحركة بتاعتنا في الأجهزة القديمة ببدأ من القرنك العلوي ببدأ أم سلسل حركة لغاية لما تتم الحركة فعلياً في نهاية الحركة كده أنا عملت إيه؟ فبعض الأحيان هل أن الجهاز بتاعي له حركتين أو له احتمالين عشان ما نقولش ما حركتين هم بالنسبة لي حركتين في الشرح بالنسبة لنا إحنا اسمهم حالتين الحالة الأولى والحالة التانية الحالة الأولى إذا كانت في مشكلة هيحصل رد فعل من الجهاز الحالة التانية عدم وجود مشكلة ما فيش رد فعل من الجهاز واستمرار العمل بدون إيه؟ طبعاً وجود الأجهزة دي على المكينة بيساعد إن المكانة تشتغل باستمرار طب كل جهاز له حالته كل جهاز وله طريقته يبقى إحنا بداية كده إحنا عرفنا إن معظم الأجزاء بتاعتنا وعندنا ممكن تكون فيه مقارنة بسيطة في الجزء الأولى إن في أجهزة الإمرار ده نوع من أنواع الأسئلة ممكن بعد كده إشرح مع الرسم وكتابة الأجزاء إحدى أجهزة إمرار خط اللحمة فتح حالي يبقى الجهاز اللي أنا عارفه هكتبه طب طلب مني جهازين مثلاً إمرار خط اللحمة بوسط المضاربة العلوية بوسط المضاربة السفلية قال لي قارن بينهم وش رح أحدهما؟ قارن بينهم هعمل مقارنة وش رح أحدهما؟ يبقى رح أخذ اللي أنا شاطر فيه قوي وابدأ أن أنا أجاوب عليه بالتفصيل طبعاً إحنا الشكل ده أو موضوعات الأسئلة دي هنرجعها إن شاء الله مع بعض دلوقتي لكن هل نتكلم بشكل عام على مستوى الامتحان أو مستوى الأسئلة اللي ممكن نلاقيها في الامتحان بتاعنا عشان أقدر أخذ كل الدرجات اللي أنا محتاجها في الامتحان وأقدر أن أعملت حاجة كويسة عندي في الامتحان جاوبت وخدت درجة كويسة طبعاً ده هتساعدك في النهاية أن أنت تجيب الدرجة المطلوبة إذا كنت طبعاً إن شاء الله لو ناوي تكمل أو ناوي تنزل سوق العمل المهمة عندنا أن أنت تكون في نهاية المرحلة دي وانت تطلع على الامتحانات التحريرية تكون اكتسبت المهارات الكافية في مجال تخصصاً تعالوا نبدأ بمراجعتنا ونتكلم عن أجهزة الإمرار بوجه عام وطبعاً معنا الفيديو اللي هو خاص بالأجهزة كلها اللي بيعدد أو بيديني شكل الأجهزة بتاعتي هنا طبعاً ده المكانة اللي شغالة بنظام الدفع بالريبيار مثلاً هنا طبعاً ده بيبدأ طبعاً من البداية خالص من الأجهزة التقليدية بوجود المكوك وطبعاً شايفين مصورة المكوك مصورة حجمها صغير يعني مش هديديني شكل مسافة طويلة بعد كان عندي هنا طبعاً ده نظام المضارب العلوية والسفلية هنا طبعاً ده مضرب صفلي المضارب الصفلية طبعاً نوع من أنواع الأجهزة الإمرار بعد كده طبعاً الريبيار أجهزة الريبيار من الأجهزة السريعة اللي بطورت أعمالية المضارب العلوية فيه سحب كمية خيط من الكونة أبسط من أنا أحط لي الكمية بسيطة في مصورة لحمة عشان خاطر أن أنا أشتغل طبعاً هنا شكل الريبيار وهو شغال على الجهاز طبعاً مبطئين صورة الفيديو عشان نشوف حركة الريبيار لكن طبعاً ما كان أسرع من كده بكتير ده طبعاً الريبيار موجود من الجهتين فبالتالي أنا عندي كذا نظام منه فيه النظام اللي هو من جهة واحدة اللي هو الصلب وراء طبعاً بيمشي لغاية آخر النفس ويرجع أو آخر السدى بتاعي فطبعاً بياخد وقت للدخول والخروج ده نوع تاني من أنواع الريبيار الصلب بس من الجهتين وده بيساعد أن الريبيار يقابل الريبيار التاني أو المرسل والمستقبل يقابلوا بعض في وسط النفس وده طبعاً بيديني وقت أقل في إمرار خط اللحمة بسرعة أعلى فبالتالي برضو ده تطوير من التطوير اللي تم على النوع ده من الأجهزة ده طبعاً وإيه النول شغال أو شكل الجرافيك بتاع النول أثناء إمرار اللحمة برضو بيتقابلوا في نص النفس ويتبادلوا خيط اللحمة وهكذا بعد كده طبعاً فيه أنواع تانية زي الريبيار المارين والريبيار المارين من الجهتين ماينفعش يكون من جهة واحدة لأنه بيعتمد على خزان تحت بيبقى متخزن فيه أو جراب بيتخزن فيه جزء من الشريط وبيتفرد وبيرجع تاني يتجمع تاني جوه الخزان ده عشان خاطر يتمم عملية الأمرار وبرضو بنفس الطريقة بيقابلوا بعض في وسط النفس يتبادلوا خيط اللحمة ده عملية التشغيل اللي هي المستمرة للمكنة وطبعاً ده برضو بزود سرعة الماكينات ده نوع تاني من أجهزة الريبيار وده الريبيار التليسكوبي التليسكوبي يشبه الإريال في الحركة بتاعته ولأنه بيشبه الإريال بيحصل منه مشاكل كتير جداً في أثناء الاستخدام أو فبالتالي ما فيش استخدام ليه كتير في السوق بسبب الأعطال والمشاكل بتاعته يبقى احنا كده عندنا الريبيار الصلب والريبيار المارين والريبيار التليسكوبي بعد كده عندنا نظام القذائف والقذيفة طبعاً ده حاجة حجمها صغير بس بتمسك قية اللحمة وتمر به لغاية نهاية النفس الميزة فيها أنه ما بتكونش قذيفة واحدة موجودة عندي على النول لا ده أكتر من قذيفة وده بيساعد على استمرارية الشغل هنا طبعاً القذيفة بتاخد صدمة أو دفعة من المضرب فبتطير في وسط النفس بيساعدها على الاستقرار في وضع مستقيم الأدلة اللي موجودة عندي أمام المشت بعد كده بتروح في الجهة الأخرى وبتبدأ تنزل تحته وبترجع تجهز تاني للحاتفة اللي بعد كده بعد كده عندي النوع الأخير من أجزة الإمرار وهو إمرار اللحمة ببسطة الدفع الهواء أو الدفع الماء اللي هو الإيرجيت والووترجيت ده طبعاً بيعتمد على الدفعة أو خروج الخيط مخزن بكمية معينة ثم دفعه دفعة قوية عن طريق الفونية الرئيسية بعد كده بيمر في نتوء اللي احنا شايفينه دلوقتي في بشارات المشت بيساعد الخيط على الحركة المستقيمة وبعد كده بيساعده على الاستمرار في الحركة فنيات مساعدة في وسط النفس هنا طبعاً الكونا أثناء عملية السحب للخزان الخزان بيخزن كمية الخيط بيتم دفع عن طريق الفونية الرئيسية ويتم مروره قدام أبواب بشارات المشت وبتم مساعدته على الحركة عن طريق الفونيات المساعدة لغاية لما يتفرد ويستقيم وبيتم شفطه من الطرف الآخر عن طريق فونية تانية في الجهة المقابلة بتعمل على شفط الخيط ويشده عشان يكون مستقيم أمام النفس بتاعي بعد كده بيتم ضم الخيط اللحمة للخيط السابعة بعد كده في الحالة دي بيكون أنا عملت نساجة القماش بتاعي الكلام ده بيتكرر كل مرة بيتم فيها إمرار اللحمة شفنا طبعا الأجهزة كانت مختلفة احنا طبعا درسناها مع بعض في الحلقات اللي فاتت كلها وعرفنا كل حركة النوع من الأنواع دي بعد كده بنتنقل على جزء تاني من عندنا وهي الأسئلة الأسئلة اللي بتمر أو بتتم في الامتحان بتاعي بتبقى مجموعة من الأسئلة في بعض الأحيان بتلغبط وده اللي بيكون قصده لحط الامتحان هو عايز يعرف أنت فعلا واثق من إجابتك اللي أنت بتجاوبها على السؤال ده ولا مطلغبط أو تاية مش عارف أنت بتجاوب على إيه فعشان كده في بعض الأسئلة مثلا بقول لي إيه إيه هي طرق إمرار خط اللحمة أنا عندي طرق كتير بس هل لها تقسيم؟ آه لها تقسيم اعرف أن الطرق دي لها تقسيم في تقسيم لها نظام تقليدي وفيه نظام حديث وفيه نظام إيجابي وسلب الحركة خد بالك من تقسيمين دول أنا عندي تقسيمين تقسيم بيعتمد على الأديم والحديث وتقسيم تاني بيعتمد على السلبة والإيجابي الأديم والحديث الأديم بمعنى أنه بيستخدم نفس الطرق التقليدية اللي احنا بيسميه تقليدي طرق تقليدية يعني بيستخدم نفس الحركة اليدوية على النول اليدوي بمعنى فيه جهتين بيمرروا خط اللحمة جهة يمين وجهة شمال جهة اللي مين دي بتبقى الإيد اللي مين مثلا وجه الشمال بتبقى الإيد الشمال ده عن نول اليدوي لما جاي يعمل نول ميكانيكي في البداية كان برضو فيه مضرب في الليمين ومضرب في الشمال بيشبهه حركة الإيد عشان يمرر المكوك من الجهتين لما عمل مضارب صفلية كانت المضارب الصفلية برضو مضارب من الجهتين من الليمين ومن الشمال وكانوا بيمرروا المكوك ما بينهم ضمن بعض بيشبه نفس الطريقة التقليدية اللي كنت بعملها بإيدي لما اتنقلنا على الطرق الحديثة بقى الامرار من جهة واحدة حتى لو كان الجهاز متماثل زي اجهزة الريبيار قس الامرار من جهة واحدة الجنب اللي مين مفهوش اي شبه من الجنب الشمال غير في الحركة بس لكن الجنب اللي مين فيه جهاز او فيه رأس للجهاز مختلفة عن الجنب الشمال ده الريبيار بس بقية الاجهزة بتشتغل من جهة واحدة بس حتى الهوى وحتى الماء بيشتغل طريقة الدفع وطريقة امرار اللحمة من جهة واحدة بس وعملية السحب بالتم عن طريق الكونة بسحب من الكونة نفسها ما عنديش مواسير لحمة باملها كل شوية مش محتاج جهاز بتر عشان يغير لي مواسير ويعتلل عملية التشغيل لو حصل اي عطل في عملية تغيير لا ده انا باخد من الكونة مباشر ده برضو بيساعد على استمرار العمل على الماكينة فبالتالي في ناس بتعمل ايه برضو يعني فيه الناس اللي بيشتغل فيه على الماكينات دي في السوق بيجي على مكانة شغالة هوا او ميا او اي ان كان مكانة سريعة يعني ويجي شغل القلب بتاعها لو هي شغالة بلون واحد بيشغل القلب طب بتشغل القلب ليه؟ ما انا ما عنديش لحمات ملونة لا يقولك انا شغل القلب بلون واحد عشان بدل ما انا اسحب من كونة واحدة اسحب من اربع كونة لو كونة واحدة هتشغل لي وردية الاربع كونة هتشغل لي كم وردية؟ اربع ورديات يبقى الماكينة شغالة ايه؟ باستمرار لمدة اربع ورديات بدون توقف بتطلع انتاج بدون اي مشاكل طب لو كات كونة واحدة مضطر ان لما خلص الكونة اوقف التشغيل خالص وقوم بتغيير الكونة نفسها وده هيعطى للانتاج بتاعي يعني الثانية عنده عاملة فرق على الماكينة طب ليه الثانية عاملة فرق؟ لان احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان فيه مكان في السوق بيعمل 2300 حتفة في الدقيقة يعني انت لسه ما عددش الستين ثانية في 2300 خيط لحمة اتراموا قدامك في وسط النفس لو انت بتقول انا عندي 24 لحمة في الصنطي شوف انت عندك 2300 هيعمله كم صنطي على الماكينة انت في دقيقة بتعمل اكتر من متر وشوية على الماكينة من القماش فبالتالي انت محتاج سرعة الثانية عندك بتفرق كم من القماش فبالتالي وانا مش محتاج الماكينة تقف على فترات طويلة تعالوا نشوف شكل الاسئلة اللي احنا محضرنا لكم للمراجعة وطبعا ده نمازج للاسئلة مش كل الاسئلة اللي هتيجي معانا لكن بقدر احنا بنغطي المنهج لكن ممكن السؤال اللي يجي هو هو يشبه اللي احنا هنعرضه مثلا ممكن يكون السؤال فيه دمج لمجموعة اسئلة مع بعض زي اذكر انواع اجهزة امرار خط اللحمة مع شرح احدهما بالتفصيل يبقى دول سؤالين في بعض وقارن بينهم اذكرهم وقارن بينهم واشرح احدهما بالتفصيل سطر واحد من السؤال بس اجابته ممكن تكون صفحة صفحة ونص عندك في كراسة الاجابة طيب تعالوا على حتة مهم قبل ما تنقل الاسئلة وهي مشكلة كراسة الاجابة لو انت بتجاوب بمساحة كبيرة على الورقة خلي بالك كم الورق اللي معاك هو اللي هتمتحن فيه لا هيزيد ولا هيقل فانت زبط اجابتك على قد الورق اللي حطت الامتحان عارف انه هيجاوب في المساحة دي او في تلتينها فانت ما تخلصش الكراسة على الفاضي وهتطلب كراسة تانية ما حدش هيديك كراسة تانية احنا عارفين الامتحان مساحة اجابته قد ايه فبالتالي متقدر ده على ده فحاول بقدر الامكان تكتب الخط كويس طبعا احنا كبار طبعا مش محتاجين نعمل موضوع احنا نسيب سطر اذا كان ما عندك رسم ارسم نموذج للرسم بقدر الامكان في زاوية من زاوية الورقة حاول ما تحطش علامات او الوان كتير في الورقة لان ده طبعا بيأثر على طريقة تصحيح الورقة نفسها اللي هي نظام اللي كان الخاص اي علامات هتخلي الورقتك تدخل لجنة خاصة الرسم بيكون برصاص مفيش تلوين في الورقة كتابتك بالازرق تصيرك بالرصاص وكمان كتابتك فيه او رسمك نفسه برصاص حل الاجزاء مفروض ان احنا متعلمين نحطها برصاص فيفضل تكون رسمك منفصل بشكل كويس زي ما انت متعود ومتعلم في الحصص الدراسية بتاعتك اثناء ما كنت في الدراسة او حتى في الجزء اللي احنا نتكلمه مع بعض في المعلومات والنصائح اللي نتكلم فيها عن عملية الرسم خايف اوي على الرسم بتاعك قلنا كتير ان احنا مفروض نكون رسمنا كتير جدا في المعدات بتاعتنا عشان خاطر اليوم اللي متحان نكون فاكرين كل الاجزاء بتاعتنا تعالوا بقى نشوف الاشكال الاسئلة بتاعتنا وازاي هنقدر نجاوب عليها بالشكل الناموزاجي اللي هيساعدنا هنا بيقول لي ما هي الطرق امرار خيط اللحمة انا عندي طرق كتير تعالوا نشوف ايه هالطرق دي تنقسم الى هنا بدأ التأسيم بقى تنقسم الى الطرق الايجابية لامرار خيط اللحمة والطرق السلبية لامرار خيط اللحمة ايه الطرق الايجابية وايه الطرق السلبية الطرق الايجابية اللي بتعتمد على وجود وسيط بين الخيط اللحمة من جهة الاخرى الطرق السلبية مفيش وسيط بين الخيط اللحمة ده بيعتمد على نظريات تانية بحيث ان الخيط نفسه بيمر بدون وسيط هنا طبعا بيبدأ يقول لي ايه اشرح مع الرسم حركة تشغيل احدى طرق امرار خيط اللحمة بالطرق الايجابية هنا هو بيقول لي إحدى الطرق الإيجابية وده سؤال بيتكرر كتير حتى في الامتحانات اللي شفناها في السنوات اللي فاتت معنى الكلام ده هو بيتكلم عن الطرق الإيجابية إيه هي الطرق الإيجابية؟ تعالوا نقسم قبل ما نحل السؤال ده نقسم إيه هي الطرق الإيجابية وإيه هي الطرق السلبية وإيه هي الطرق التقليدية وإيه هي الطرق الحديثة بأجهزتها ونرجع تاني نحل سؤالنا طيب الطرق الإيجابية قلنا فيه وسيط طب ايه الاجهزة اللي بتعتمد على الوسيط المضارب العلوية فيه مضرب المضرب السفلية فيه مضرب وفيه كمان مكوك الريبيار فيه ريبيار بإذا كان صلب أو مارين أو تليسكوبي فيه ريبيار بين الخط اللحمة بيمسك خط اللحمة بييده بينقله من جهة الاخرى فيه اجهزة السولزر القزائف القزيفة هي القطعة من المعدن أبس هي اللي بتمسك خط اللحمة توديه من جهة لأخرى دي اسمها طرق إيه؟ طرق إيجابية تعتمد على وجود وسيط ننقل خط اللحمة من جهة لأخرى تمام كده؟ طب الطرق السلبية الطرق السلبية اللي بتعتمد على نقل الخط بدون وسيط بمعنى أن الخط بيمر في مكان الهوى عن طريق دفعات هوا طب مين مسكه؟ فيه أدى مسكته؟ عن هو جو مكوك؟ لا طب مسكه ريبير؟ لا طب فيه قذيفة مسكبة نقله النحية التانية؟ برضو لا أمال إيه اللي نقله الهوى؟ طب أنا هقدر أمسك الهوى اللي نقل الخط ده؟ لا يبقى الطريقة دي ايه؟ طريقة سلبية اعتمدت على مجموعة من الأدوات موجودة بدون تلامس مع الخط مفيش أي تلامس مع الخط مفيش حاجة مسكت الخط ونقلته من جهة لأخرى عشان كده اسمها طرق إيه؟ طرق سلبية الخط مر بنفسه من جهة لأخرى. كلام ده في أجهزة امرار خط اللحمة عن طريقة ضغط النفاس للهوى أو عن طريقة ضغط النفاس للمية. يعني عندي كم طريقة سلبية؟ طريقتين. ضغط نفاس هوى ضغط نفاس مية. طب الطور الإيجابية مضارب علوية مضارب صفلية. أجهزة الربير بكل أنواعها ايه؟ أجهزة السلزر اللي هي بتستخدم القذائف تمام كده؟ طيب ده السلب والإيجابي طيب التقليدي والحديث التقليدي والحديث التقليدي زي ما قلنا أنا عندي مضارب صفلية مضارب علوية تقليدي ليه؟ بتستخدم من الجهتين جهاز بين الخط اللحمة بين الجهتين بيتبادله طيب والطرق اللي هي الحديثة بما فيها إيجابي وسلبي مدام بين المنج أو بيحرك أو بيسحب خط اللحمة من الكونة أنا مسميه حديث وإيه يا الأجهزة دي؟ الريبر بجميع أنواعه السلزر وكمان ضغط الهوى وضغط الميا يبقى ضغط الهوى وضغط الميا اللي هما سلبي اتجمعوا معها الإيجابي بس في طرق إمرار الخط اللحمة الحديثة لكن هما في الأصل إيه؟ سلبي يبقى فيه فرق ما بين لما تكلم عن السلبي ولما تكلم عن الإيجابي ولما تكلم عن التقليدي أو الحديث هنا في سؤالنا اللي معنا نرجع لسؤالنا بيقول لي اشرح مع الرسم إحدى أو حركة تشغيل إحدى طرق إمرار الخط اللحمة بالطرق التقليدية الإيجابية التقليدية إيه هي الإيجابية التقليدية؟ يعمى مضارب علوية يعمى مضارب سفلية لأن هي التقليدية هنا هيبدأ يديني الحل بتاعي ويقول لي إيه؟ قصف المكوك بسط المضارب العلوية أنا هنا ممكن يحل السؤالين بس أنت في الامتحان يفضل تحل السؤال واحد عشان مساحة الورقة بتاعتك في الحل قصف المكوك بسط المضارب العلوية هنتقل على طول على الرسم بتاعته ومدام أنا رسمت الرسم أقدر أشرح حاك التشغيل عليها بس أنا هنا هشرحها على الرسم بتاعي أنت هتشرحها كتابة في ورقة الإيجابة طبعا مش محتاجين نكتبها هنشرحها على الرسم على طول هنا بيقول لي أول حاجة أنت بترسم طبعا الكامة بتاعتك وبوز الكامة والبكر المخروطية وعمود الشمعة وجلبة الياي وطبعا الياي الصلبي وهنا طبعا المضرب الخشبي والترسين أو الطبقين اللي هو الموجودين فوق بعض اللي هو أحداؤهم مسنن والتاني بيكون أملس عشان يمسك الزراع اللي قدامي بعد كده عندي جلدة اللطاشة وزراع الجلدة وكمان اللطاشة نفسها وجهاز الدف بالجوزاء بتاعته ويه الدرج ويه كمان الدف نفسه طب دي الأجزاء وده الرسمة بتاعتي خلي بانك من الرسمة دي عشان الرسمة دي أول رسومات مادة الألات رسمة بسيطة جدا وبداية رسمها بتبدأ من رسم الكامة نفسها وزبطها أنا طبعا بفضل أرسم العمود بعد كده أرسم الكامة عليه عشان أصبط بوز الكامة على البكرة المخروطية طيب تعالوا أما نجي نشر حرك التشغيل على الرسمة دي هنتكلم عن جزء هنا في حرك التشغيل مش موجود في الرسمة اللي معايا وهو الكرانك العلوي هو مفروض ما كانوا هنا ومتوصل بترس تاني للعمود السفلي عشان العمود السفلي راكب عليه الكامة فبالتالي هنقول إيه بدوران الكرانك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي العمود السفلي دي طبعا هو اللي ماسك إيه اللي ماسك الكامة من تحت تمام طب قبل راكب عليه الكامة يدور تبعا له مين العمود السفلي خد بالك من الكلام اللي هقوله بقى فيضغط بوز الكامة على البكرة المخروطية فيضغط بوز الكامة على البكرة إيه المخروطية السبب الضغط البوز على البكرة المخروطية هو دوران العمود السفلي يبقى حركة تشغيل لما أجي أقولها أو أجي أتكلم عنها ده هنا له حركة واحدة بس وهي حركة تشغيل المضرب بدوران القرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط دوز الكامعة البخرة المخروطية فيدور عمود الشمعة جزء من محيطه ليدفع المضرب الخشبي لداخل المكينة جاذبا معه زراع جلدة اللطاشة جاذبا للطاشة قاذفا المكوك في وسط النفس تمام كده يبقى دي حركة الامرار أنا كده مررت خيط اللحمة من الجهة بتاعتي للجهة الأخرى الجهة الأخرى هتستقبل المكوك وهتبدأ برضو تقوم بنفس الطريقة تاني أو نفس الحركة تاني يبقى تاني حركة تشغيل بتاعتي بدوران القرنك العلوي طبعا هو مش موجود قدامنا على الرسم يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامعة البكر المخروطية فيدور عمود الشامع جزء من محيطه لأنه له محور الارتكاز من أسفل ليدفع المدرب الخشب اللي داخل المكينة جاذبا معه السير الجلدي أو زراع الجلدي 13 جاذبا معه جلدي 13 قاذفا المكوك في وسط النفس كده تمت الحتفة بس الحركة التشغيل ما انتهتش عشان تنتهي حركة التشغيل وتعود الأجزاء اللي وضعها الطبيعي بعد زوال تأثير بوز الكامعة بفعل اليال يبقى أنا هنا قلت الحركة صح أو قفلتها بدأتها صح وانتهيتها صح أنا بعد ما حركت الأجزاء بتاعتي مفروض ترجع الوضعها الطبيعي كتير جدا من أني قولي طب أنا دفعت المكوك فعلا ومر في وسط النفس طيب الأجزاء دي أجزاء ميكانيكية محتاجة حد يرجعها تاني لأن حركتها تقيلة وزنها كمان بيكون كبير فبالتالي محتاج حد يرجعها ما فيش العامل مش يبقى واقف بيرجع في أجزاء موجودة عندي في المكنة هي اللي بتقوم بعملية إرجع الأجزاء الوضعها الطبيعي بعد زوال تأثير الجزء المسؤول عن الحركة ده كان أول نوع من أنواع أجهزة الإمرار وهو إمرار اللحمة بسط المضارب العلوية طب هنا هو في السؤال قالك اذكر أحدهم بالتفصيل أو اشرحهم مع الرأس بالتفصيل هنا أنا بجاوب لتنين أنت في الامتحان من حقك تجاوب واحد بس طب لو جايبت لتنين غلط لا مش غلط بس هتشتب لك على واحد منهم هتشتب على مين اللي أنا مجاوبه كتير ولا أنا مجاوبه قليل يعني ناخد عليه درجات أكتر هتشتب ولا المجاوب إيه عليه درجات قليل هو لا هتشتب العكس طبعا بنبقى في مصلحة الطالب في الحالة دي ولو أنت كتبت الإجابتين بتشتب لك على الإجابة لأقل إيه درجة دي برضو أنواع من أنواع الاتمأنان ليكو بس ما بننصحش أنها تكون موجودة عشان خاطر طبعا يبقى إحنا مركزين في إجابتنا معاك ممكن حد يتلغبط ويعمل العكس احنا مش عايزين هتوصل لكده معاك جاوب إجابة واحدة بس جاوب إجابة صريحة على السؤال المطلوب منك تعالوا بقى إحنا نحل النوع التاني وهو قصف المكوك بوسطة المضارب السفلية الرأسية هنا طبعا على طول بنتلع على الرسمة بتاعتي هنا الرسمة المطلوبة منك ودي رسمة المضارب السفلية طبعا الأجزاء بتاعتي بتبدأ برضو من الكامة كامة القصف بتاعتي بتبدأ طبعا ده الرجبة على العمود السفلي بعد كده عندي زراعة زوك وعين في طرف منه أو الزراعة منهم بيكون عليه بكرة مخروطية والزراعة التانية مرتبط بجلدة متوصلة أو شريط جلدي متوصل بالمضرب الخشبي ومرتكز على محور ارتكاس طبعا المضرب الخشم داخل باللطاشة بتاعته داخل الضرب والمكوك مرتكز عليه بتتم حركة التشغيل إزاي وده الأهم بقى برضو هنا بدوران الكرانك العلوي برضو مش موجود معانا في الرسم يا دور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامة على البكرة المخروطية هنا بقى البكرة المخروطية هتنزل إيه فتتحرك لأسفل وبما أني عندي الزراع بتاعي زوك وعين ولو محور ارتكاز فيجزب الزراع الأفقي من الزراع زوك وعين لداخل المكينة يجزب معه مين الشريط الجلدي جاذبا معه المضرب قاذفا لإيه المكوك داخل إنها فالحركة بتاعتي بسيطة تبدأ من ضغطة بوز الكامة على البكرة طيب البكرة دي هتنزل لتحت طيب إذا نزلت لتحت لازم العمود ده هيدخل معها لداخل المكينة دخوله في اتجاه المكينة أو في اتجاه دخوله أو حركته داخل المكينة هيعمل على جذب الشريط الجلدي معاه ليه الداخل إذا جذبه للداخل هيجزب المضرب اللطاشة طبعا مرتبطة بالمضرب ماسكة فيه أصلا فبالتالي هيضرب المكوك ويتير في وسط النفس طب كده الحركة خلصت لا لازم الأجزاء دي ترجع لوضاها الطبيعي بعد زوال تأثير إيه تأثير بوز الكامة هناك كان فيه ياي والياي كان راكب في عمود الشامع نفسه عن طريق جلبه هنا فيه ياي برضه بس الياي هنا راكب فيه كعب المضرب متصل بكعب المضرب فبالتالي بعد ما المضرب بيقوم بعملية القصف ويزول تأثير بوز الكامة بيتم إرجاع المضرب مرة تانية للخلف أثناء رجوع للخلف بيسحب معاه الزراع فبالتالي بتفضل دايما البكرة المخروطية متلامسة مع إيه؟ مع الكامة نفسها أثناء الحركة بتاعته كده ده إحنا اتكلمنا عن الطرق التأليدية واخدنا الجهازين واتكلمنا عنهم بحركة تشغيلهم تعالوا نشوف سؤال تاني بيقول لي اشرح مع الرسم حركة تشغيل إحدى طرق امرار خط اللحمة بالطرق الإيجابية الحديثة الطرق الإيجابية الحديثة عند نوعين تخد بالك بقى أنا عند طرق إيجابية حديثة والطرق سلبية حديثة وطرق تأليدية اللي احنا خدنا منها الجهازين الطرق الحديثة كلها قلنا الريبيار والسلزر والهوى والمية طيب الإيجابي منها الريبيار والسلزر السلبي الهوى والمية هنا طلب سؤاله على حاجتين اشرح حاجة من اتنين الطر الإيجابية الحديثة الطر الإيجابية الحديثة يعني يقصد يا الريبيار يا السولزر تعالوا نشوف هنا هو جاوب السؤال إزاي طبعا برضو هتلاقونا مجاوبين السؤالين لكن انت برضو بقدر الإمكان في الامتحان حاول تجاوب على اللي انت فهمه أكتر أو اللي انت عارف ترسمه أحسن في الامتحان تعالوا نشوف إيجابة السؤال بقول لي امرار خطة لحمة ببسطة القذيفة المكوكية لماكينة سولزر هنا أنا هيمسك السولزر الأول هنا طبعا يطلع على طول على الجدول اللي بيتكلم عن عدد القذائف طبعا احنا عارفين فيه مقارنة فيه ما بين عروض المكينات وعدد القذائف على المكينات هنا طبعا عروض المكينات بيبدأ من 110 سنتي ل 220 سنتي بيكون عندي من 9 ل 12 قذيفة 142 سنتي لمترين و83 سنتي من 12 ل 14 قذيفة 170 سنتي ل 334 سنتي من 15 ل 18 قذيفة من مترين 35 سنتي ل 4 متر 69 عندي 22 أو 26 قذيفة من مترين 70 سنتي ل 4 متر ونص عندي من 24 ل 30 قذيفة على المكينات عدد القذائف بالنسبة لعروض المكينات هنا طبعا حركة التشغيل والأجزاء ده المهم عندي في الموضوع هنا دي رسمة من الرسمات الخاصة بالنوع ده من الأجهزة وأنا بفضل رسمة دي حتى في شرح حركة التشغيل إنها مفسرة وبينها طبعا بتبدأ الأجزاء بتاعتي عن طريق عمود الإدارة الرئيسي اللي هو كان اسمه قبل كده كرانك عمود الإدارة الرئيسي مرتبط بعمود الكامة عن طريق ترس نجمي أو مخروطي ترس النجمية دي منتصلة بعضها بتنقل الحركة من العمود بتاعي أو عمود الإدارة الرئيسي لعمود الكامة بالشكل ده طعم بيتحول من أفقي وهو الاتنين في وضع أفقي بس من جهة لجهة بيعادل الاتجاه بتاعه وبيوصل لغاية الكامة كل المقصود من الموضوع طبعا إن هنا في الطرق الحديثة عمود الإدارة الدورة بتاعته بتدي حتفة عمود الكامة الدورة بتاعته برضو بتدي حتفة غير الطرق التقليدية كان عمود الإدارة بيدي حتفة لكن عمود الصف اللي ركب عليه الكامات كان بيدي حتفتين هنا لا لازم عمود الإدارة يدي عمود الكامة وده بيعمل حتفة هي هي نفس الحتفة اللي مع عمود الكامة بعد عمود الكامة طبعا ركب عليه الكامة بتاعتي ده كامة القصف بعد كده عندي الزراع اللي قدامي ده ده زراع مفصلي أو واصلة مفصلية فيها زراع البكرة وفيه بكرة بتاعتي ومرتبط من أسفل بمجبس هيدروليكي ومن أعلى بزراع متصل بعمود القصف عمود القصف ده عندي هو عبارة عن عمود التواء عمود للتواء بتاعي ده موجود داخل جراب بالشكل ده وكل بيحصل إن أنا بعمل عملية لي للزراع الكامة ما بتعملش عملية القصف ده كل بتعمل عملية لي فقط بنعمل لي للزراع بخزن قوة قوة دي عازة بعد زبال تأثير الكامة عازة تخرج فبتبدأ تخرج وبتبدأ تحرك زراع القصف عشان يضرب أو يطير القذيفة أو يكذفها في وسط النفس بالقوة المطلوبة على حسب عرض المكينة فبالتالي كانت دي الأجزاء طيب تعالوا بقى نتكلم طبعا عن عمود للتواء قبل ما نطلع على حركة تشغيل عمود للتواء ده هو عبارة عن جراب وجواء عمود مسبت من طرف الخلفي ومتحرك من الطرف الأمامي مي اللي بيحرك في طرف الأمامي هو الزراع المتصل بالجراب ده بيبدأ يعمل عملية سحب الأسفل فبيعمل عملية ليل الزراع بعد زبال تأثير الكامة بيعود الزراع الوحيد اللي بيعود لوضعه الطبيعي بدون أي تأثير بيكون هو ايه عمود للتواء أما باقي أجزاء المكينة بتعود ببطء بفعل ايه المجبس الهيدروليكي يبقى حر الحركة الوحيد بعد زبال تأثير الكامة هو عمود للتواء طب ليه حر الحركة عشان كل الطاقة اللي خزنتها فيه تطلع وتوصل ليه زراع القصف فيقذف القذيفة بالقوة المطلوبة للطرف الثاني من الايه النول فبالتالي أنا عندي أنوال عرضها أربعة متر ونصف فبالتالي أنا عايزة قوة تدفع القذيفة أنها تطير المسافة دي كلها بنفس السرعة وطبعا بيستقبلها في الطرف الثاني جهاز بيعملها الفرمالة بتاعتها ويبدأ الجهازة للحاتفة اللي بعد كده طب تعالوا بقى نشرح حركة التشغيل على الرسمة بتاعتنا هنا برضو بيقول لي بدوران عمود الإدارة الرئيسي يدور تبعا له عمود الكامة فيضغط بوز الكامة على بكرة الكامة فيسحب الوصلة المفصلية الأسفل جازبا معه زراع المتصل بعمود القصف أو اللي هو فيه متعلق على جراب العمود للتواء فيكون بعملية لي للعمود تمام كده؟ خلينا في النقطة دي عشان دي أهم نقطة بعد دوران العمود الإدارة الرئيسي بيدور تبعا له عمود الكامة بيتضغط بوز الكامة على البكرة فينجذب الأول بيسحب الوصلة المفصلية الأسفل فيجذب الزراع معه الأسفل فيكون بعملية لي لعمود للتواء تمام كده؟ وكده في الحالة دي أنا خزنت الطاقة الكافية داخل إيه؟ داخل العمود بعد زوال تأثير الكامة يعود العمود لوضعه الطبيعي بمرة أخرى بدون أي تأثير فيدفع المضرب بالقوة المطلوبة ليقذف القذيفة داخل النفس كده أنا كل عملته إن أنا خزنت طاقة في العمود وفرغتها في المضرب طب بقيت الأجزاء دي هترجع الوضعها الطبيعي كده مرة واحدة يعني الزراع الجراب ده مش هيرجع الوضعها الطبيعي بسرعة محتاج يرجع ببطء برضو البقرة المخروطية لو رجعت بسرعة هتتكسر لأنها برضو ما زالت متلامسة مع الكامة مش عايزين الحتة دي تتكسر عشان الأجزاء دي ترجع الوضعها الطبيعي بدون تكسير الجزء ده بس اللي بيرجع الوضع الطبيعي بإيه؟ بمساعدة المجبس لهيدروليكي أما العمود فيعود الوضع الطبيعي بعد زوال التأثير بفعل ايه؟ بفعل قوته هو فبالتالي بيدين القوة المطلوبة لدفع مين؟ لدفع المضرب لخليه يضرب القذيفة والطير في وسط ال ايه النفس بكده احنا اتكلمنا عن ال ايه الماكينات السولزر اللي بستخدم عمود للتوقع النوع التاني من أجهزة المرار اللحمة الإيجابية الحديثة هو أجهزة ايه القصف الإيجابية غير تقليدية باستخدام الحراب تنقسم لنوعين عندي حراب مرنة وعندي حراب صلبة الحراب المرنة طبعا دي الرسمة بتاعتها ورسمة مبسطة برضو بتبدأ برضو من العجلة والكامة والزراع زوء كوعين لو بتحرك من اليمين والشمال بعد كده الترس المسنن اللي هو فيه أسنان لترس من الداخل وبروز من الخارج دي طبعا بتتعاشق مع الريبيار بتاعي أو الشريط المرن بتاعي عشان تحركه للدخول والخروج للنفس طبعا بعد كده بقى عندي طبعا هنا الرأس الخاصة بيه المشبك وهنا مجموعة الأدلة اللي بتساعد مرور الشريط بشكل مستقيم في وسط النفس وده طبعا بتكون أمام البشرات المشتو بركبها على الجزء الخاص بيها في الجوزة طيب هنا حركة التجير بتاعي طبعا بتتم فيه اتجاهين أو فيه حركتين لازم عندي يكون فيه حركتين ايه هم الحركتين؟ الحركة الأولى وهو خروج الريبيار من مكانه ودخوله للنفس الحركة التانية عودة الريبيار داخل الجريب استعدادا للحطفة اللي بعد كده يبقى هنا عندي حركتين للزراع ده مرة حركة في جهة اليمين ومرة حركة في جهة اليسار بفعل الكامة بتاعته أثناء حركة الكامة وهي بتتحرك وتبدأ أن هي تتحرك الزراع بتاعي جهة اليمين وجهة اليسار أثناء حركته لجهة اليسار أو في الاتجاه بتاعي ده إيه اللي هيحصل؟ الأسنان دي متعشق مع أسنان الترسي ده فإذا دي تحركت في الاتجاه ده أثنان الترسي ده هتتحرك في الاتجاه عقارب الساعة إذا تحركت في الاتجاه عقارب الساعة البروز اللي متركبة على السطح بتاع الطارة دي ركب عليها الريبيار بتاعي أو الشريط هتبدأ تخرج الشريط من الجراب وتدخل الريبيار بتاعي في وسط النفس عشان يتمم حطفة تمام كده؟ طيب أثناء حركة الزراع بتاعي ده جهة اليسار في الحالة دي هيدور المشت المسنن ده طبعا المشت المسنن ده هيبدأ يتحرك معاه الأسنان الترسي دي اللي هي ركبة على الطارة بتاعتي دي هبص لقاها بتتحرك عقارب الساعة حركتها عقارب الساعة هتسمح لي بسحب الريبيار تاني داخل الجراب تمام بأنا عندي حركتين حركة أسناء حركة الزراع ده في اتجاه اليسار ودي معناها أن الطارة الترسي الطارة نفسه هيدور في اتجاه عقارب الساعة بالتالي البروس بتاعتي برضه هتدور في اتجاه عقارب الساعة فتبدأ تخرجلي الريبيار من الجراب وييعمل الحاتفة بتاعتي حركة تانية في اتجاه الزراع للإمين هيبدأ الطارة تدور في اتجاه عكس عقارب الساعة لتجذب او لسحب الريبيار تاني مرة تانية لاجراب بعد امرار خط اللحمة استعدادا لضم خط اللحمة هنا قلنا الحركتين الخاصة بدخول وخروج الريبيار من النفس طبعا ممكن يجيلي سؤال مهم جدا على الريبيار او على الايه السلزة احنا بنعمل احتمالات بتاعتنا في الاسئلة وزي ما احنا شايفين بقدر امكان نحاول نغطي بولي اشرح مع الرسم حركة تشغيل احدى طرق امرار خط اللحمة بالطرق السلبية هنا عند الطرق السلبية احنا عارفين ان فيها ضغط الهوى وضغط الماء الاتنين شرحوهم واحد بس فيه فرق ما بينهم ان اجهزة امرار خط اللحمة عن طريقة ضغط النفاس للماء بيه فيه مجفف على المكان عشان يجفف القماش اما بالنسبة لده الفرق بين الاتنين ان فيه مجفف بالاضافة ان فيه غطى بيكون موجود على الجزء الخاص بالقماش فيه البداية اللي هو بيمر فيه قطرات المية حتى لو شفنا الفيديوهات الخاصة اللي احنا كنا بنعرضها عليكم وفيها اجهزة امرار خط اللحمة عن طريق ضغط المية كنا نمليئ قطرات مية موجودة على الغطى اللي فوق القماش بيبقى يكون فيها سخنات بتسخن عشان تعمل عملية تكفيف للحماية عشان القماش ما يتركمش معه على بعض ويعمل مشكلة اثناء عمليات التخزين وهو شغال على المكنة فبالتالي لازم يكون ملفوف وهو جاف طب تعالي على الجزء مهم جدا هو اي قماش بيشتغل على مكنة المية او اي قماش بيشتغل على مكنة الهوى لا ده دي معمول الهدف ودي معمول الهدف تاني خالص مكن الهوى بيشتغل عليه جميع الخمات اللي ما فيش ما بتعملش تأثير كهرباء ستاتيكية اما اللي بيتولد من احتكاكها كهرباء ستاتيكية بياخد الخمات بتاعتها وروح اشغالها فين على مكنة الايه المية يعني كل مش اللي بتستغل من الهدف صناعية بتشتغل على مكنات المية ليه ما بتمتصش المية والمية نفسها بتساعدها ان هي ما يتولدش منها كهرباء ستاتيكية اثناء احتكاكها او حركتها اما الالياف الطبيعية ما فيش منها اي تأثير فبالتالي بتشتغل على مكنات الهواء بالإضافة أن لو جي عليها مية وخصوصاً خامة زي كتان ممكن يحصل لها تعفن فبالتالي جماعة الخامات الطبيعية بتشتغل على مكنات الهواء جماعة الألياف الصناعية بتشتغل على مكنات المية طيب تعال نشوف بقى أحد الطرق بتاعتي عشان نشرح حركة تشغيل بتاعتها طبعاً في رسمة عندنا في الكتاب هنا طبعاً عند الطرق السلبية لإمرار خط اللي إحمى عند ضغط النفاس لهواء والمية ده طبعاً ده النوعين بعد كده عندي طبعاً هنا ده شكل من الأشكال فيه طبعاً رسمة الكتاب مشابهة للرسمة دي كل اللي بيحصل زي ما قلنا أنا بفيه دفعة رئيسية أو بتطلع من الفنية الرئيسية لطرد الخيط وإمراره أمام بشرات المشت وبيساعدوا على المرور الفنيات المساعدة والنطوء الموجودة عندي على بشرات المشت ده بيعمل جزي مجرى بيتحرك عليها الخيط للجهة الأخرى بيتم سحب كمية من الخيط المطلوبة حسب عرض القماش وبيتم تخزينه على خزان اللحمة ثم يتم شفطه ودفعه أمام بشرات المشت عن طريق الفنية الرئيسية وبيساعدوا في المرور الفنيات المساعدة الموجودة عندي أمام بشرات المشت طب لو كلمنا في الموضوع ده على مكينات ضخ النفاس للماء هو هو نفس الموضوع بس بدل ما الفنيات دي بيكون فيها هوا بيكون فيها ميا بس بيساعد الميا على زيادة ضغطها ومرورها بيكون ضغط هوا تاني فبيتلقى مكنة الميا فيها خزان للميا وخزان للهوا أما مكنة الهوا فيها خزان للهوا فقط ده الفرق ما بين الاثنين بالإضافة إن وجود سخنات في منطقة مصند الصدر عشان تجفف اللحمات اللي تم نسجها كل مرة أو كل حتفة ده بالنسبة للجزء ده تعالوا نشوف حركة القلبات حركة القلبات أو جهاز تغيير القلبات ممكن يكلمني عن القلبات وأنواعها فباجي هنا بيقول لي اشرح مع الرسم حركة تشغيل جهاز القلبات زوء الدرجين وهنا بيقول لي عندي القلب الرأسي المنتظم زوء الدرجين ما فيش غيره هو اللي عندنا لحنا ده رسم نيه هنا طبعا على طول هيكون عندي رسم طبعا احنا قلنا مادة الأساسي فيها الرسم فبالتالي هنا ده الرسمة الخاصة بالجهاز بتاعي وجهاز ده له حركتين حركة لتشغيل الدرج الأولاني أمام المضرب والحركة التانية لتشغيل الدرج التاني أمام المضرب بيتحكم في عدد الحدفات هنا ترس التوصيلة مع عجلة التماس هنا مع الجلبة نفسها أو مع الترس بتاع الكامل نفسه عدد أسنان ترس التوصيلة هو كمان بيتحدد على أساسه عدد الحدفات بالإضافة لعدد أسنان الموجودة على الترس الكارانك كما هنا في حزبة بتتم عشان أقول أنا عايز الدرج ده يستقر كم حدفة ويفضل يكون عندي عدد من الحدفات يكون أفضل تعني نشوف حركة تشغيل بسرعة كده أنا عندي بدوران الترس الكارانك العلوي بيدور طبعا أنه ترس التوصيلة فيدور ترس الكامل هنلاحظ كامل هنا لها شكلين شكل غائر وطرف عالي شفية بيتماس مع بكرة التماس أو عجلة التماس هنا عجلة التماس رجب على زراعة زوك وعين زراعة ده مرتكز هنا على مركز الحركة طبعا هنا بيضغط إذا كان الجزء ده الغائر هو اللي بيتماس مع العجلة فبالتالي جميع الأجزاء هنا ثبتة والدرج الأولاني هو الأمام اللطاشة طب لو أنا عايز العكس بوز الكامل بارس ده هيجي على عجلة التماس في الحالة دي هيبعد العجلة التماس هيبعد الزراع بتاعها في جهة الليمين بالشكل ده هيتفرد الياي في الحالة دي وهيتحرك على المحور بتاعه هنا وهنبص لقى الزراع الأفك ده بيرتفع لأعلى ارتفع الزراع الأفك ده الأعلى هيرفع حامل أدراج لأعلى هيرفع الدرج رقم 2 لأعلى أمام إيه؟ أمام الإيه؟ اللطاشة بتاعته وبالحالة دي المكوك بتاعه هو اللي يكون عليه عملية الإمرار هنا طبعا ده الشكل بتاعي أثناء وجود بوز الكامل ويتماس مع عجلة التماس عشان أحرك الدرج رقم 2 يبقى في الوضع اللي فات الدرج رقم 1 هو اللي عليه الإمرار الوضع الثاني الدرج رقم 2 اللي عليه الإمرار لو لاحظنا هنرجع مرة تاني للرسمة اللي فاتت بوز الكامة جهة اليسار والجزء الغائر جهة اليمين هو اللي بيتماس مع البكرة أو عجلة التماس في الحالة دي الدرج رقم 1 هو اللي عليه الإمرار أما فيه الشكل التاني بوز الكامة البارز بقى جهة اليمين وتماس مع عجلة التماس وسحب الزراع للخلف ساعد على حركة الزراع الزوك وعين من الطرف التاني للأفق بتاعه الأعلى ساعد على رفع الحامل الأدراج الأعلى ساعد على رفع الدرج رقم 2 أمام اللطاشة وبقى فيه حركة للدرج التاني بتاعي bermاكوك بتاعه بدأ يتحرك فبالتالي المشكلة هنا بقى عندي في النوع ده من الأجهزة طبعا لأنه عندي الأدراج موجودة في جهة والجهة التانية فيها درج واحد يعني عندي درجين في جهة والجنب التاني في جهة التانية فيه درج واحد بس بالتالي أي ماكوك هيطلع من الجهة اللي فيها الدرجين لازم يعمل حدفات زوجية إما يعمل حدفتين رايح جاي يعمل أربع حدفات رايح جاي ورايح جاي لازم يكون حدفاته ايه زوجية عشان انا ما عنديش حاجة استقرر فيها المكوك في جنب التاني فبالتالي اي لون منهم هيطلع وطبعا انا بيشتغل لونين لكن طبعا احنا عارفين ان في السوق فيه اه اجهزة بتشتغل على 8 ادراج اربعة شمال واربعة عيمين بس دول على اقل يكون فيه درج فاضي في احد الجهتين ويكون فيه تنظيم عملية مرور الادراج طبعا فيه كارتون بيدق للموضوع ده عشان ينظم حركة المواكيك عشان ما فيش مكوك كتير ويكون فيه مكوك اصاده في الدرج التاني ويحصل استضامة تحصل مشكلة اثناء عملية الايه التشغيل هنا امكان احنا راجعنا مع بعض الجزء الاولاني من مراجعتنا هتلاقوا الجزء التاني ان شاء الله موجود على اليوتيوب نقدر ان احنا نسترجعه مع بعض طبعا في نهاية حلقتنا طبعا احنا بنتمنى لكم التوفيق يخلي بالنا من انتحاننا نجاب كويس ويكون خطنا واضح عشان نقدر ناخد درجات الكاملة ونقدر المصاحب بتاعي يقرأ الاجابة بتاعتك بشكل منتظم نظم ورائتك السؤال الاول في مكانه في الصفحة الاولى ما ينفعش يكون السؤال الاول موجود في اي صفحة من الوسط ممكن ما يتجاوبش او انت تحط عنوان السؤال غير المطلوب كاتب السؤال الاول وحلل السؤال التاني ده برضو بيعمل مشكلة بيأثر على درجاتك نظم ورائتك وخلي بالك من نفسك ان شاء الله في نهاية حلقتنا من اتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية والى اللقاء